في الساعة المقبلة لبنان سيحصد نتيجة الاختلاط الذي سجل يوبي الجمعة والسبت الماضيين ارتفاعات كبيرة في الإصابات بوباء كورونا توقعات ترتقي إلى مرتبة الوقائع في ظل الاختلاطات التي رصدت في أماكن الصهار أو في داخل المنازل من دون التقييد بشروط التباعد إشارات التقتها وزير الصحة في رأس الأبيض بشكل سلبية حيث اعتبر أن كل الجهود والمحاولات التي اعتمدتها الوزارة منذ بداية شهر الأعياد كانت لتضييق الخناق والحد من الاختلاط لتفادي الوصول إلى هذا الإجراء لكن التطبيق على أرض الواقع لم يكن كافيا واعتبر أن الموجة الجديدة ستكون أكبر من ناحية الأعداد ولكن انحسارها سيكون سريعا الأبيض أشار إلى أن قرار إقفال البلد يدرس بتأنن وفق الأرقام والمعطيات المتوافرة والسؤال المطروح عن الفترة الزمنية لهذا الإقفال خصوصا أن وضع لبنان لا يحتمل ولكن إذا تسرعت وثرت الانتشار قال نحن مستعدون لاتخاذ القرار وهنا لابد من الإشارة إلى تشابه أعراض المتحور الجديد أوميكرون والإنفلوانز الموسمية بحيث أنه يمضي وقتا أكثر في الجزء العلوي من الجهاز التنفسي يعني بالطبع نحن متخوفين جدا من ارتفاع الإصابات بعد رأس السنية الأيام اللي جاية لا لأنه نحن نعرف وهذه مطيات عالمية مش مطيات من عنا أنه الإيميكرون كل يومين ونص يزداد الضعفين وهذا اللي حصل باللوية المتحدة الأمريكية وحصل بأوروبا يعني انتشار كتير سريع بشكل مثل ما بيقولوا تشونامي باللوية المتحدة الأمريكية وبأوروبا مئات للألاف الإصابات عشان هايك نحن بالطبع نطلنا مثل باقي الدول العالم عشان هايك نحن متوقعين أن نزيد الإصابات خلال هالفترة الأيام اللي جاية إذن من جهة الوضع الصحي حرج والأكثر حرجة وضع المستشفيات التي لم تعد تتحمل عدد الإصابات خصوصا من الذين لم يتلقوا اللقاح رغم كل حملات التشجيع والتحفيز والمراتونات المتنقلة التي تنظمها وزارات الصحة نحن نتأمل أنه هالإصابات ما تكون خطيرة لأنه إذا كان في عنا إصابات خطيرة وتستلزم أقسام عينية يعني يفوت على قسم العينية المريض المصاب نحن ساعتها هنكون قدام مأزق صحي كبير لأنه نحن العدد عندنا كثير محدود لا يتجاوز هلأ بالوقت الحاضر أكثر من 80 سرير بالعينية الفائقة وحوالي يمكن أكتر شوي بالأسر العادية ساعتها لا صمح الله إذا انتشر وإصابات خطيرة يعني وضعنا كثير صعب هيكون إذا ارتفعت الإصابات وارتفعت الإصابات الخطرة تستلزم دخول أقسام العينية نحن قدام موقع صحي حيكون خطير ساعتها أي وسيلة بدنا ناخدها إذا مشتعدين ناخدها لنخفف الضغط على المستشفيات الشر لا بد منه ساعتها الإقفال البلد هو يعني عابين درس محطوط عطاوة البحث هي أيام حرجة تنتظر اللبنانيين فيما يتعلق باتخاذ قرار الإقفال العام من عدمه والذي سيحدده المسار الوبائي ترجمة نانسي قنقر